السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متباقرة مرشدة طرباوية في مقطع جديد يتعلق بمكون الصرف وتحويل صفحة رقم 54 من كتاب مونير في اللغة العربية الطبعة الجديدة نعم نأخذ الصفحة رقم 54 من الكتاب المدرسي وهو الفعل الصحيح في الأزمينة الثلاثة نعم هذا الكتاب أحبائي أو هذه الحصة فهي تصلح حتى بالنسبة للمتعلمين الذين لديهم الطبعة القديمة هناك اختلاف بسيط فقط وهو واحد إضافة لأنه واحد سؤال إضافي فقط هذا السؤال ما كانش في الطبعة القديمة كان في الطبعة الجديدة نبدأ على بركة الله بألاحظ وأكتشف أقرأوا النص عنا النص ما الواجب أنتم قموا بقراءة النص أنا لن أقرأه حتى لا نضيع الوقت ونبدأها في الشرح على بركة الله عنا أتعاون مع مجموعة لنكمل الجدول كما في المثال نعم لدينا الفعل عاملة فعل صحيح سالمون اعتونا هنا النوع دياله الفعل عاملة هو فعل صحيح والنوع دياله هو سالمون تفقنا عليش قلنا سالمون لأنه ما فيهش الهمزة وما فيهش الطغعيفة تفقنا إذن هذا الشيء بشك نقول له فعل سالمون إذن هنا قد نحاول أننا نصرفه حسب الضمائر لعنا عندنا الضمائر أنا أنت أنتما نحن هن وأنتنا وغنصرفه في الأزمين الثلاثة اللي هي الماضي والمضارع والأمر لدينا أنت الفعل عاملة الأصل دياله هو فعل عاملة إذن أنت أغنقوله أنت عملت تفقنا عملت أنا سأشرح وبعدها سأكتب أنتما عملتما نحن نعمل عفوا هنا يا نحن عملنا هنا عملنا أنتنا عملتنا بالنسبة للمضارع عملنا أنت تعمل أنتما تعملاني نحن نعمل هن يعملنا وأنتنا تعملنا بالنسبة للأمر الأمر أنت اعمل أنتما اعملان أنتنا اعملنا تفقنا الآن سنقوم بكتابتي هذه الأجوبة إذن الجواب ديالي للجدول الأول ثم ننتقل لي سأل فعل صحيح نعم فيه الهمزة إذن هذا فعل مهموز هذا الدرس هذا كنا قريناه السنة الرابعة تفقنا إذن اللي كيتذكرها قريناه الدرس هذا السنة الماضية أنواع الفعل الصحيح نعم هنا عندي سألت سأقوم بتصري فيه وبعدها سأكتب لكم الجواب مثل الجدول الصريح إذن سألت أنت سألت أنتما سألتما نحن سألنا هنا سألنا أنتنا سألتنا تفقنا في المضارع سنقول أنت تسأل أنتما تسألاني نحن نسأل هنا يسألنا أنتنا تسألنا بالنسبة في الأمر أنت اسأل أنتما اسأل أنتنا اسألنا نعم سأقوم بكتابة الجواب نعم كان هذا هو الجواب دينا على الفعل الفعل الصحيح المهموس سأل ثم آخرا الفعل مد مد هو فعل صحيح نقول مضعف نفقنا إذن هو فعل مضعف الآن سأعطيه الجواب أو التصريف دياله حسب الضمائر اللي عنا إذن أنا مددت أنت مددت أنتما مددتما نعم بالنسبة للفعل في المضارع أنا أمد أنت تمد أنتما عفوا أنتما تمداني نحن نمد هنا يمددنا وأنتنا تمددنا بالنسبة للأمر تصرف هذا الفعل في الأمر إذن أنت مد مد إذن أنتما مد وأخيرا أنتنا أمددنا طفقنا نكتب هذه الأجوبة إذن الجواب ديالي على الجدول هو هذا اللي بغير ينقلوه في المقطع وينقلوه ثم أذكروا ما يطرؤوا على الأفعال من تغييرات أثناء تصريفها دعا لاحظ هنا يا بالنسبة للفعل العاملة واش تحذف منه في التصريف دياله شي حرف من الحروف الأصلية يعني العين والميم واللام نعلم واش تحذف منه شي حرف أو الضفله الخلي الإضافة الإضافة دياله في التصريف يعني هذاك عادية أما إحنا كنا ندرع الحرف الأصلية دياله بقت كما هي حرف العين والميم واللام مشينك القوام والميم واللام إذن هنا picks up صحيح السالяют لم يطرأ عليه أي تغيير عفوا بالنسبة لل Vill لأ سألا كذلك نعم لم يطرأ عليه أي تغيير الحرف بقيت كما هي لكن الفعل مدى لاحظ هنا يعني فك الإضغام لاحظ مدد تو مدد تو مدد تعفوا هنا مددت أنت تمد أنت مددت إذن الفعل هنا فك الإضغام الذي كان نعم ويفك الإضغام نعم عرض الضمائر لأن أنا وأنت وأنتما ونحن وهنا وأنتنا إذن هذا هو الطغير الذي طرأ فك الإضغام نعم في الفعل المضعف أما الفعل الصحيح والفعل السالم فهو بقي نفسه لأن أصرف فعل أخذ في الأزمين الثلاثة وأذكر ما يطرأ عليه من طغيره عندنا الفعل أخذ إذن في الماضي راه هو هذا يعني أخذ تفقنا في المضارع سنقول يأخذ تفصرف حسب الضمير هو أنت سنقول خذ تفقنا أنت خذ إذن طغير اللطر هنا هو حذف حرف الألف أو حذفة الهمزة من الفعل في فعل الأمر الآن لدينا السؤال الموالي لدينا أستنتج أولا هذا الاستنتاج الضروري أنكم تقرأوه أنا لا أقرأ شيئا باش لا نضيعه لوقت تفقنا كي يشرح لنا الفعل الصحيح في الأزمين الثلاثة وكذلك الفعل المهموز وكذلك الفعل المضعف ثم أطبق لدينا أصرف فعل شدة في الماضي مع الضمائر الآتية إذن أنا غنقول أنا شددتو تفقنا أنا شددتو نحن غنقول شددنا نحن شدد نعم شددنا نعم أنتما غنقول شددتما شددتما وأنتنا الآخرة أنتنا شددتنا تفقنا إذن هذا هو الجواب ديالي على هذا السؤال بالنسبة للفعل شدة ثم بعده أصحح ما أنجزته بمعيتي صديقي أو صديقتي يعني أنت مني غدت جاوب على هذا التمرين هذا غدتصحح مع الصديق أو الصديقة ديالك وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا وألقاكم في الدرس المقبل إن شاء الله في مكون التركب وأخوتها وإلى اللقاء